انا اذكر لكم ثلاث كلمات هذه الكلمات يمكن أن تعرفنا على جوانب من شخصية سيد الشهداء الكلمة الأولى هي الكلمة التي نجدها في حديث اللوح هذا الحديث الذي هو كنز من كنوز آل محمد هذا الحديث رواه الكوليني في الكافي ورواه الصدوق في كمال الدين ورواه النعماني في كتاب الغيبه ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه ورواه ابن شهر آشوب في كتاب المناقب الحديث طويل وهو يشكل كنزا من كنوز المعرفة هذا الحديث الذي جاء به جبرايل إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهداه النبي صلى الله عليه وآله إلى ابنته الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها ليبشرها بذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذا الحديث وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وَحْيِي هل ندرك أبعاد هذه الكلمة؟ ما هو مبدأ الوحي؟ وما هو منتهى الوحي؟ مبدأ الوحي وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا هذا مبدأ الوحي منتهى الوحي في معراج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا هو المبدأ وهذا هو المنتهى الإمام الحسين صلوات الله عليه خازن وحي الله هذا جانب من عظمة سيد الشهداء طبعاً تحليل ذلك وتفصيل ذلك يحتاج إلى حديث آخر الكلمة الثانية هي الكلمة التي نقرأها في زيارة الإمام الحسين صلوات الله عليه إذا تراجعون مفاتيح الجنان الزيارة الأولى من الزيارات المطلقة للإمام الحسين تحتوي على هذه الكلمة وهذه الزيارة رواها الشيخ الكليني في الكافي ورواها الشيخ الصدوق في الفقيح ورواها الشيخ الطوسي في التهذي والشيخ الصدوق يقول إنها أصح الروايات سنداً يعني في باب الزيارة نقرأ في هذه الزيارة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد الولاية التكوينية المطلقة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء وللنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولأئمة أهل البيت إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم الكلمة الثالثة هي الكلمة المعروفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين اشتركوا في القناة